موسيقى بتأكيد بنحية أو بنعيش هذه الأيام وبنعيش يعني عيد الميلاد المجيد وسط أجواء تبدو صعبة شوي في أسر كتيرة فقدت أحبائها خلال الفترة اللي فاتت وأسر كتير كمان عندها مرضى ربنا يشفيه هم موجودين في البيوت وفي المستشفيات وحتى لو مش عندنا في البيت فهم من قريبنا من حبيبنا من أصدقائنا من صحابنا فبشكل أو بآخر يعني عيد الميلاد السنة بطعم مختلف ربما يكون فيه مزيد من الشجن مزيد من الحزن مزيد من التعب مزيد من الألأ والخوف كيف نحيا وسط كل هذا ونحيا ونعيش أيام الميلاد المجيدة ده اللي نحاول نتكلم عليه النهاردة لكن نسمحونا الأول نرحب وضفنا للنوارنا بيشرفنا ويبركنا يكون معنا أبونا القص بشوي فاي كهن كنيسة القديسة العزراء مريم بزيتون أهلا بأتسا كيبون أهلا بيك أخي نورنا جدا يا بونا يشكتب خيرك كل سنة وانتوا طيبين مشاهدين سي تي في بكل خير وسلامة ودايما القناة تقدم حاجات جميلة وروحيات وتكون لمجد ربنا أمين بشكرك يا بونا أتسا كيبون في البداية يعني برضو هو السؤال اللي بتروح نفسه الحقيقة يعني زي يعني نحية هذا يعني نعيش ميلاد سيد المسيح لكل المجد ودايما لما بنتكلم عن ميلاد المسيح بنتكلم عن الفرح وإحنا بنعيش أجواء صعبة شوية زي ما قلت يعني سواء فقدان الأحباء أو المرض زي نعيش هذه الأيام باسم الآب والابن والره القردس والأمين ربنا يدينا بروح قدس وكده أنه احنا الروح إزاي بينقل الواحد نقلة تانية يعني المسيح لما جه جه عشان ينقلنا من ناس جسدين ضعفة جدا بيعانوا معاناة شديدة جدا لناس مسنودين جدا جدا وبياخدوا تعزيات فلما بيبقى فيه تعزية روحية التعزية دي بتخلي الناس تبقى تسند وتشوف حاجات تانية غير اللي شايفها فتتعزى يعني كنا في وقت موقعات مثلا لما الواحد يستغرب يروح يزور مريض تير من الخلاص يعني وبيعاني جدا ونلاقيه في عمق الشكر وفي عمق أنه هو ماسك في ربنا وفرحان أنه هو فرحان بربنا ومش منتبه لنفسه أنا فاكر في مرة مرات رحت أزور واحد وكان في الحقيقة بقى له ستة شهر في المستشفى وفاكر أنه كان بين الغيبوبة وبين الصحيان ففي الوقت دوت أول ما قدرك أن احنا موجودين جنبه وعدنا سكتين فقال لمراته هاتي الإنجيل أنا عايز أقر الإنجيل فلا أنسى هذا المنظر إزاي ما دام واغدها في صدره بحيث ظهراء هو مش قادر يعود كويس وهو مصر أن يقرأ أصحاح وإحنا نقول له طب كفاية مصر وفرحان ومرحب بينا بطريقة مش معقولة لدرجة أنه كانوا بيحكوا أنه هو وبعد عندنا كان بيرجع دم وهو بيرجع الدم وفي آخر أيام وكان آخر أيام خلاص يقول أشكرك يا رب فالحالة الروحية بتاعة الإنسان لما الله يدي له نعمة النعمة دي تغلب أتون النار تغلب إذا كان حتى في وسط الأسود تغلب أي حاجة شفنا حاجات كتيرة بالمنظر ده فالحالة الروحية بترفع الإنسان من الأرض للسماء وده السندة اللي جاء المسيح عشدهلنا بالميلاد لاقي واحد مثلا زي يوحان الحبيث في جزيرة بطمس إزاي وهو من فيه شاف أمجاد تانية مش هيفكر بقى في إيه أنا محبوس ولا أنا متدايق ولا اتقلبت الحالة خالص بقت سماء بدان بقى في السماء خلاص فهي مجيء المسيح للمجد هو وحضور في وسطنا بيدي حالة روحية ينقبلنا من ناس في الأرض تعبنين لناس عايشين في السماء زي بقول كده في القطعة الثالثة بتاعت صلاة الثالثة إذا ما وقفنا في هيكالك المقدس نوح سابقا القيام في السماء طبعا ما حدش هيقدر يعرف الكلام ده غير اللي بيدوق عشان كده زيارة المرضى لناس المتعزين دول بتدينا خبرات رهيبة عن ناس في ناس مشاكل وزي إنها فرحانة فدي الأمل أن ما جاء المسيح كان الإنسان المسيح يبونه لما جاء للأرض كانت برضو الأرض حزينة والأرض تعبانة والأرض مليانة مشاكل ودقات ووجوده كان سبب فرح بلا شك يعني أنا مثلا عايز حد يفكر في الحتة دي سمعاني الشيخ ربنا أعلمه بوحي أنه مش هيموت غير لما أشوف المسيح فكونوا شاف المسيح معنى أنه هيموت فلما حملوا على قديه يعني أن أنا خلاص مش عارف النهاردة أو بكرة فأول راجل ما قالش بقى أنا هموت وشفته إزاي عمل إيه وبتاع ده شالوا على قديه وقف منتهى السلام والفرح الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام لا 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 أنت هتموت هلأ موت إيه أنت أنا هنطلق بسلام أنا بقى خلاص كفاية كده أنا ما سدقت أن أنا بسلام هنطلق فرحان جدا شفته شفته الخلاص وريح له على فرح وسلام ومجدولية مكان فوق فهنا الرجاء ده والسلام ده الرجاء بيخلي عنينا تشوف لي بعيد بعيد أوشي فالرجاء ده بيخلينا الرجاء ده جميل جدا ده اللي خلينا أسأل قدسك يمكن سؤال ممكن يكون متكرر وكده بس لازم نسأله لماذا جاء المسيح المسيح لو لماذا جاء المسيح أنا عايز أحطهه في ثلاث حتت كده خدر قدسك عشان نقدر ندخل لعمق الإنجيل يعني لما أقول لماذا جاء المسيح أقوله أقوله رب أنت جيت ليه هلأ يرد عليه بسفر أشياء ويقول أنه هو روح الرب مساحني ليه بقى لأبشر المساكين وأعصب منكسر القلوب التعبنين وكمان أنا جيت علشان أدي لأجعل لأجعل لنائح صهيون الناس اللي بتنوح هاجعل لهم وعشان المسبيين ندير لهم بالعطق وجيت عشان يقول كده ده كله في أشياء يقول أعطي دهن فرح عوض النوح اللي بينوحه ياخدوا إيه دهن فرح يعني جاء إنهم فرحانين أوفى بيتدهنوا وتعطروا يبقوا فرحانين وجيت عشان أحول الرماد لجمال فلماذا جاء المسيح نسأله هو هيأرد علينا في أشياء ولنا كده جيت عشان أفرحكم جيت عشان أسنتكم تقبل ولا لأ المهم ما إحنا نقبل دي الحاجة أقولني لماذا جاء المسيح حاجة الثانية النفوس التعبانة واللي متضايقة لقيت معونة ولقيت قوة فليه لأنه بقى عمان وقيل لازل تفسيره الله معنا يعني هيأم قال الله معنا هابقى معاكم كل يوم هسنتكم تلميزة عمواس اللي ماشي معبسين ومكشرين هاجفوا ستوكم فليه حباني أنا هزله له ذاتي وأنا وأبويا نعمل عنده مسكانان وخلوا حياته تبقى لها طعم تاني عمان وقيل لازل تفسيره الله معنا عشان كن نسمع بقى عن التطويبات ايه التوبة دي يعني توبة ليه أصلي أنا لما جيت اديت نعمة فبقى بدل ما يقول يا عين الناس دي غلابة لا دي الناس دي مساكين بس ايه فرحانين تقول مساكين لأنهم لهم ملكون السماوات تقول حزانات عزون يعزيهم توبة لودعاء يارسون الأرض توبة للمطردين افرحوا تهللوا أجركم عظيم في السماوات إذا تردوكم وعشا تموكا وأهنوكم فهنا المسيح جاء عشان متقلمين دول يسنتهم المسيح جاء عشان يسنتني أنا لو ما سنتش بالسندة وما استغلتش النعمة دي والبركة دي اللي ادهاني المسيح يبقى أنا ما استفدتش بما جاء المسيح حاجة حاجة التالتة بقى الناس المحبة بقى الفرحانة بربنا ودول دول جاء بقى عشان يديهم الحب ده بقى بتاعه يعني عايزة يشبه حب فيه نفوس بتحب ربنا ربنا هنا يخليها عايشة طاهرة في الدنيا دي بالحب ده فنلاقي في سفر نشيل الأنشاد سفر الحب كله الجمال كله نلاقي أن النفس البشرية تقول كده تقول كالتفاح بين شجر الوعر حبيبي كالتفاح بين شجر الوعر حبيبي إيه شجر الوعر شجر الوعر دي غبات اللي راح بره في البلاد اللي فيها مطر كتير يشوف الكلام ده غبات وأشجر بس مش مسمرة وتلاقي مش شبكة صعب أن حد يدخل جواها يعني مش جنين فيها أشجر كده ومتزين لا دي إيه بتبقى شجر وعر غير مسمرة هو كالتفاح وسط شجر الوعر هو جميل هو جميل ومشبع وسط الألم وسط الأشواك ووسط الأمور فكالتفاح وسط شجر حبيبي بين البنين وبعدين تقول ليه العروس الناشيد اللي هي النفس البشرية والكنيسة اسندوني بقراس الزبيب انعشوني بالتفاح لأني مريضة حبا فالحب ده مطلب أساسي للإنسان أن يحب ويتحب وبصراحة كده مش ممكن حب ربنا ده يتعوض لا في حب الأب ولا الإبن ولا الزوج ولا الزوجة ولا حد ليه لأن البشر ده عرفار أخرين إمكانياتهم بسيطة أن هم يحبوا ويقفوا ويفهموني حب محدود بتاع البشر محدود لكن الله ده يغرقني هكذا أحب حتى بذل ابنه الوحيد ليس لحد أحب أعزم من هذا أن يبذل نفسه عن أحباه بهذا أصيرت محبة الله أن الله أرسل ابنه لنا وجيب المحبة هنا الحب ده مهم جدا فعشان كده المسيح جه يبقى جه هو بيقول المساكين ويعصب منكسر القلوب ويدي دهن فرح بدل النوح وجمال بدل الرماد جيت لي يا ربي يقول أنا جيت عشان والناس التعبنين يقول أنا جيت عشان أديهم نعمة النعمة والحق بيسوع المسيح صار نعم كتيرة وبعدين يا رب طب كل نفس على المستوى الشخصي بقى مريضة حبا رجيت بقى أشبع كل نفس وكل نفس بشرية تقدر تتدرج في محبة ربنا لغاية ما تصل إلى هذه الدرجة الرحية الجميلة اللي قدسك قلتها النهاردة لكن فيه برضي بنا مشاهد فيه الميلاد ما ينفعش أننا نخفى لها ونحن نتكلم على الميلاد ربما نكون بتكرارها كل سنة بس لازم أننا نفكر نفسنا أن الله لما يعني جه ويتولد من عذراء اختار يعني بلد بسيطة ومن وسط البلد البسيطة اختار منها يعني مدينة كده فقيرة على قدها اللي هي بيت لحم ومبين بيت لحم راح اختار مزوط كده بسيط خالص ايه المقصود بده ايه الحقيقة ده موضوع كبير قوي يعني بسرحة عشان نتكلم تقاملات في المزوط ده موضوع كبير لكن أنا أخده من الحدث اللي حاصل اللي من دول يعني الحدث هو بيقول كده الآية بتقول في ميخة كده بيقول لست الصغرى بين ولايات يهوزة منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل فعايز يقول دي مش صغيرة دي انتوا فشايفينها كده بعنيكو دي بيت لحم دي حاجة كده لا 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 دي من صغيرة دي من صغيرة دي عظيمة جدا لأن اتولد فيها المسيح فبقيت عظيمة فالحقيقة الميلاد والعيد ارتبط في ذهننا كلنا باللما والزيت واللبس الجديد والأكل ومظاهر كتيرة الحقيقة السنة دي مع كورونا والكلام ده والتباعد الاجتماعي يعني نزع لنا تقول طب ايه ما فيش المظاهر دي او بقى ايه لو حطنا المزود بقى نشوف اول 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 عيد ميلاد بجد بجد او اول ميلاد المسيح ازاي كان بسيط بس كان في عمق كان النور المزود بجد المسيح بلهوته وبعظمته فعظمة الميلاد في الوقت ده كانت المسيح احنا ازاي ازاي ندخل بقى للعمق يا قطسابونا فوسط ما احنا يعني في يعني حاجات كتيرة فقدناها في هذا العيد منها في التباعد الاجتماعي الولاد كانوا بيروحوا الكنيسة ينبسوا صبعا مفيش صحابهم الاهالي كانوا بيتجمعوا مفيش فازاي ندخل للعمق ازاي ندخل للعمق دي نركز على مين على المسيح على المسيح هو انا عايزة تسأل سؤال هم الرعاهم فرحوشي عشان ما كانش انا مش بقلل من ايمة الاحتفالات يدينا نعمة وترجع الاحتفالات بس انا انا بركز اكتر على العمق هل الرعاهم فرحوش عشان ما كانش في زينة على المزوط في اليوم ده ام ولا ما كانش في ناس بزغرت وناس مفسوطة وناس بتقول تولد المسيح وبترنم لا الرعاهم فرحو جدا 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 بس فرح روحي هل المجوس لما جوم المجوس ما حسوش بعظمة المولود انه مالك الملوك ورب الارباب وسجدوله في هيبة زي ما يقول في المزمور يفرح قلبي عنده خوفه من اسمك وحسه ايه العظيم ده ما نستحقش نركع تحت رجله الميلاد هو الميلاد فالمسيح اللي اتولد هو هو وبركات الميلاد او القوة اللي اداها او اللي فرح بيها سواء المجوس او الرعاة او حنة بنت فنوئيل او المنتظرين في دقف صرير اللي فرحوا بيها هي هي موجودة بس انا عايز ادخل ايه للعمق معلش ما تزعلش حبيبي اخويا ولا اختي على المظاهر لكن ايه ادخل العمق وقل له انت عظيم ولما جيت انت مستعد تغير حياتي كلها وتبركها وتبدل احزاني واوجاعي ومستعد تخليني في سماء زي ما خليت المزوط ده في سماء وتخلي مدينة لحمة زغيرة لستي الصغرى بين ولايات ايه يهوزة فنفرح هنفرح بإذن ربنا اذا كان يابونا احنا كلنا عارفين جاء المسيح كما يخلص البشرية كلها ازاي افرح يعني ايه افرح بالخلاص انا مش عارف يعني يعني ازاي اجدد جوايا فكرة الفرح بالميلاد والفرح بالخلاص ما يبقاش الاحتفال احتفال بمناسبة لكن تجديد الميلاد وتجديد الفرح بالخلاص جواي تمام ازاي بقولي المسيح هو المسيح اللي تولد بس حكتي له هو اللي بتخليني بتخليني أستفاد من ايه اشعر ان هو مخلص يعني الست العدرة بقولتها بتاهجي روحي بقى الله ايه مخلصي اللي بتبتهجي ليه عدرة الله مخلصي اللي خلصني وخلص البشرية كلها حس بحاجتها للخلاص وحس انها ضعيفة ومحتاجة له رغم ان هي العدرة العظيمة جدا 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 وحس ان هي محتاجة للمخلص فنفس الوضع هل انت تحس ان انت خاطئ ومسكين وعايز ربيني اديك قوة هل تحس انك عايز تعسية هل تحس انك محتاج للسمى وتاخد الخلاص هل تحس انك الملكوت ده هو شهوة قلبك لو محتاج للكلام ده هتمسك فيه وتقول معروس النشيد امسكته فلم ايه فلم ارخيه انا محتاج لك يا رب وده معلش يعني استغل ان ايه مفيش هسة كتير ومش هنقعد مع بعض السنة دي في عدد كبيرة لكن ايه قول بقى اديك وقت اكتر السنة دي وامسك فيك السنة مش الفلايه بس وعلى طول وافضل ماسك فيك المخلص انت الايه هتخلصني من كل احزاني واوجاعي وانت اللي هتدينا الخلاص الايه الابدي بنكرر كثير يقتصابوننا على الارض السلام وبالناس المصار السلام رسالة السلام اللي سبها لنا ميلاد السيد المسيح لأكل المجد تمام انا بس عايز اعلق على الايه دي لان ساعات ناس بيقولوها غلط حتى تقولتها صحيح النهاردة لكن ساعات وفي الناس المصار يقولو المجد لله في الاعالي لا هي مش في الناس المصار في الناس المصار يعني اسم مصرورة لكن وبالناس المصرة معناه أن الله ابتدى يصر بالناس ابتدى يرضى عليهم يرضى عليهم ليه لأن بقى في وسطهم ابن الحبيب الذي به سررت عشان كده النطق الصح حاليا نقوله كلنا صح هو إيه وبالناس المصرة أن رب بقى في السماء بقت من ناحية البشر في سروليا احنا بنقول دلوقتي أن السلام ايه معنى السلام ده هيا السلام ده عطية مهمة جدا لو واحد يعني ألان أو خايف أو مضطرب لا هتاخد منه حاجة زي ما يقول سمر البر يزرع فين في السلام ولا هتلاقي تعبان ولا مبسوط ولا فرحان وتلاقي حياته كلها مضطربة وده اللي حصل لما أبونا آدم أخطأ ابتدى السلام يفقد فالمسيح عشان كده هو ملك السلام ولما جه جه عشان يدينا السلام السلام بتاع المسيح مبني على إيه نمرة واحد مبني على أن أنا في خصام بيني وبين السماء كان أو عداوة الحقيقة مش السماء اللي مخصماني أنا اللي خصمت السماء الإنسان آه إنسان بقى هربان من ربنا وخايف منه وحسس إنه طبيعته بقت شريرة مش متفقة مع طبيعة الله فجي المسيح له المجد عشان يشفي طبيعتي وعشان يصالحني على السماء يصالحني دي جات إزاي جات بالتبرير يعني إيه التبرير التبرير دي يعني ينظلي كأن أنا بريء خلاص الخطيئة بتاعتك راحت وبقيت في عناية بقيت في عناية ابن لي محبوب فأنا أنا سمحتك أنا غفرت لك أنا بصت لك بصة تانية مش غفرته بس وبصت لك كمان أن أنت بار في إيه وشال هو الخطيئة نيابة عن جنس البشر كله ما كانش ييجي السلام غير لما الأول أنا هيشفي طبيعتي وهيخفل لخطيئتي وهبقى بار في إيه بالنسبة لله يشوفني بار من خلال المسيح مش من خلالي أنا مليش بالرزاتي فهينا ابتدى بقى عشان كده يقولنا إله إيه إله الرجاء يعطيكم هيديني إيه سرور يدينا إيه سرور وسلام في الإيمان لأنه ده إله الرجاء هيديكم كده هيديكم إيه الكلام ده كله ليه بقى؟ لأنه بقى في إيه بالإيمان صار لنا سلام مع الله بالإيمان صار لنا إيه سلام مع الله طب قدسك قلت جملة يعني كلمة جميلة جدا ويمكن الكلمة دي يمكن الأبا بيأكدوا ما نقولش كلمة الأمل لكن نقول الرجاء يعني رسالة من رسالة الميلاد هي الرجاء اللي قد رجاء للجنس البشري كله أن يعني غادا أفضل للجنس البشري أنه هيبقى فيه خلاص لو قدسك تكلمنا عن رسالة الرجاء من خلال دروس الميلاد أنا عايزة أقول برضو يعني عايزة دي خلفية للعهد الأديم وهما منتظرين المسيح وهم منتظرين المسيح كان فيه ناس برس ما لهم شحل ناس عمي ناس إيه ده بالنسبة جسدي كان فيه ناس منتظرة أن ناس للمرأة يسحق رأس الحية وحاسين أن فيه غضب إله ويروح الجحيم فكان فيه الكل منتظر والنبوات النبوات ما هدت الناس أنه بيبقوا منتظرين المسيح اللي جاي ده لدرجة واحدة زي السامرية تقوله تنطع طول بعد كلمة شوية أنت المسيح أحنا نعلم أن المسيح جاي ونلاقي مثلا أنه مثلا لما ناس نائيل وجد زميله وخده اندراوس وخده راحه أو يمكن في لوبوس أو اندراوس المهم يعني وقال له وجدنا مسيح فالناس كانت مش شوقة المسيح يجي إمتى لأنه هيعمل مملكة مملكة برج مملكة سلام مملكة جميلة جدا هيدينا النعم والبركات فالرجاء كان بتاع اليهود كان فين في المسيح اللي جاي ودي واضحة في آيام الآيات يقولها أشعية يقول سيكون أصل يسا والقائم يسود على الأمم أن عليه يكون رجاء الأمم عليه يكون ده بالنسبة للأمم اللي هو إحنا رجاءنا دلوقتي هو رجاءنا هو كل حاجة بالنسبة وبالنسبة لليهود بقى يقول أن بولوس الرسول هو بيتحاكم كده قدام أغلباس اللي هو ريدوس أغلباس فبيقول أن الذي أصبطنا الاثنى عشر يرجون نواله كانوا بيرجونه إيه ده اللي يرجون نواله الرجاء اللي هو يرجون نوال السر ده والرجاء ده عابدين بالجهد ليلا ونهارا ويقول له من أجل ذلك يا والملك أغلباس أنا بتحاكم قدام اليهود فكان الرجاء بتاع اليهود كبير جدا منتظرين مسيح جاي فين المسيح ده فالرجاء ده حاجة تطلعني من الهم اللي أنا فيه ده لمحطة كبيرة جميلة جاية جاية مية في المية الأمل أنا أأمل قد يكون وقد لأه ستمنى يتحقق أملي لكن الرجاء الثقة رجاء أنا شايفه وحاسس أن أنا هاخده هاخده صحيح يعني مثلا زي ما أنا أحس مثلا أن حد عظيم جدا وعدني بوعده لا يمكن يخلف وعده كده يعني الملك وعد بكده يعني لما الملك بتاع أستير يقول لها إلى نص المملكة يا أستير تلبطك قول لي أنت عايزاه طبعا خلاص اتمنت أنه هو قال لها كده يبقى كده في رجاء هنا فالرجاء والإيمان مع بعض متشابكين مع بعض فالرجاء شيء أكيد هناخده فده بيرفعنا لحالة من الانتظار والفرح عشان كده الرجاء يعني له تأثير أو له له بركات يمكن فسط أحزاننا ومشاكلنا الرجاء هو اللي بيخلينا يعني عندنا سلام أن في حياة أخرى وفي يعني الأعظم من اللي إحنا عايشينه دلوقتي هنعيشه بعد كده تمام فعشان كده يقول أن لها الرجاء هيديني هيديني حاجات كتيرة جدا هيديني في الأرض هنا يدوأني ويديني وفي السماء كل ما بصلي ويعيش مع ربنا رجاء بيزيد فألاقي أن السماء فتحت قصاد عيني وده الفرق بتاع الإديسين من الناس البسطة اللي لسه معرفوش رب الإديسين يبقى عنده رجاء عظيم جدا يعني لما نسمع لحنة بن تفنئيل كانت يقول أنها كانت تتظر رجاء مع المنتظرين وعشان كده سبحت ربنا وتهللت تهللت دايما الرجاء معاه فرح وتهليل فأنا كل ما بقرأ في الإنجيل كل ما بصلي كل ما ده بتنكشف عيني والرجاء ده يبقى ثابت جوايا انتظار بثقة بثقة في آية بتقول كده بتقول مستنير عينكم لكي هتدركوا ما هو رجاء دعوته رجاء دعوته وعزمة قوته أو شدة قوته فرجاء دعوته إيه الرجاء الدعوته ده اللي دعانا ليه وإيه الرجاء اللي منتظرنا فوق في السماء فما فيش مسيحي ما عندهش رجاء هيبقى مبسوط لكن اللي عنده رجاء هيخلص فعلا وهيغد رجاء أدسابونا أنا استنتعت جدا بالرحلة الجميلة اللي أدساك خدتنا ليها عن ميلاد السيد المسيح لكل المجد بشكر أدساك جدا أدسابونا القص بشوي فاي كين كنيسة قديسة العزراء مريم بالزيتون نورتنا جدا يا أدساك بالف خير كل سنة وانتوا طيبين والمشاهدين كلهم طيبين وأتمنى أن روح الرجاء دي أسبكو على آخر كلمة هي أن رجاءنا في المسيح عظيم جدا 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 فبليش نبص للأحزان والألمات خلينا نبص الفوق مع سمعان الشيخ اللي ايه ومع الناس الحلوة اللي كانت منتظر الرجاء دي عشان يكون لنا الخلاص اللي له رجاء هيخلص اللي له رجاء وماسك في رجاء هيخلص لإلهنا كل مجد وكرامة ملآن لأباد الأباد كلها أمين أمين شكرا كابونا وبشكركم مشاهدين على متابعاتكم لينا في حلقتنا النهاردة كل سنة وحضراتكم طيبين وبألف خير وسحة وسعادة بمناسبة عيد الميلاد المجيد يا رب عيد جميل وكل بركة على حضراتكم كل اللي بيتابعونا من كل مكان في العالم بشكركم ونشوفكم على خير إن شاء الله يوم السبت اللي جاي وصباح النور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة